نغيبوه ونستحضروه نموذج غربي مثلاً أو شرقي نحن محتاجين لسينما المغربية وأدبنا المغربي يشبهنا يشبهنا والقودواتنا فيه تمام سيد دافري ما هي الصعوبة التي يمكن أن تواجه المبدع الدرامي عند تعامله مع الأعمال الأدبية؟ ما هي هذه الصعوبة؟ الصعوبة هي كيفية الحفاظ على روح العمل وإلا لأن الاقتباس عنده قواعد لا تابتاسيون أنا أقتبس أولاً كيكون عندي العوالم أنا أتكلم عن العوالم الداخلية للشخص أو العوالم الخارجية المجسدة في الأمكانات وفي الفضاءات القرية أو البيت أو شيء من هذا القبيل بالإضافة إلى الأحداث والمواقف والحمولة يعني الفكرية لكل شخصية يعني شنو هو بغي تقول من خلالها هذه العملية باش غاد يمكن نحولها من الورق اللي هو داخل عمل إما قصة أو رواية أو حتى مصرحية لأننا رأيكين أعمال مصرحية اللي تحولت إلى أفلام وهذه العملية في الولايات المتحدة الأمريكية رأيها قديمة عام ألف كان رواية اللي هي تكتبت عام 1936 كانوا سبقين 1936 ديال مارغاريت ميتشيل ديال أوطان انطورت لفن فرنسية اللي هي ترجمة بالعربية دابة مع الريح تحولت إلى فيلم رواي منتحة في العالمية الآن في عام 1939 مارك قابل كان هو البطل يعني هذه العملية الناس تشتغلوا عليها في الماضي وقديم ما صر لحد الآن كانوا واحد تحفيز كبير غير في السنتين الأخيرتين كانوا رواية هبتا ديال محمد صادق كانوا الفيل الأزرق اللي هي ديال أحمد موراد وكانوا حتى الآن تفكير في تحويل الرواية ديال الصحفي إبراهيم عيسى مولانا إلى عمل درامي بمعنى أنه كاين الآن حاليا في بعض البلدان كاين هاد الهاجس ديال أننا نشتغلوا على أعمال درامية وبالتالي ما كاينهاش صعوبة إذن أنا بغيت نعطي مثال غير بغيت نعطي مثال على أنه كاين أعمال يعني هنا هنا كيوقع مشكل عند هاد الناس المخرجين كيقولك إحنا عندنا وحد النية أنا نشتغلوا على الأداب المغربي نعم وكان حاولوا ما أمكن علما أن أنا قاري حيوات متجاورة وشخصياتي النعيمة وتسامح الراوي شي صعيب بشي تحول لأنها واحد الشخصيات اللي هي مضيفة في الطيران وغدين بعد غدين تتورد في مسائل ديال البيع والشرف مخديرات وذلك هي الطريقة بشي تكتوبة أخص واحد الاشتغال على المستوى السيناريو كون طويل لكن ألا تغري؟ يعني هي أهد ممكن تغري يعني بالتحويل ديالة من عمل درامي إلى طبيعة حال فيها العناصر ولكن خاصة أو تاني يكون هذا كاتب السيناريو يكون حيرة فيه وقادر كما قلت لك في البداية باش أنه يستطع يوصل لعمق الروح ديال هذا العمل كما أنه أثر على المتلقف على مستوى القناة أي أثر عليه كذلك من أن تتحول إلى عمل أستاذ الرطيفة إلى ماذا يمكن أن يحتاج المبدع في مجال الأدب لكي يتحول العمل ديالو إلى عمل درامي شنو العناصر اللي يمكن تصفر في هاد خاص العمل ديالو يكون عنده حضرة فيه الصورة كما قلنا قويلا والحبكة وهو الكاتب اللي تيكون كيكتب ما تيكونش مستحضر قدامه والمصار اللي غي ياخده الكتاب ديالو أو العمل الإنتاج ديالو الأدبي يعني ما كان ضنش أنه كيكتب هو داير في باله أن هاد الكتاب أو هاد الرواية غادي تتحول بغيتها تتحول للسينيما المرحلة اللي كتجي من بعد هي المرحلة اللي كي تقرأ هاداك العمل وكي يتبنى مثلا مخرج وكي يشوف أنه مثلا قد يتحول إلى سيناريو ويدوز للسينيما غير هي الأستاذ كيهدر على هادا المسألة ديالسيناريو هادا مرحلة أساسية رهية كل شي راحنا ما كان قبطوش العمل الروائي كما هو وندوزوا مباشرة للتصوير ضروري خاصة تكتب سيناريو را كان جوائز ديالسيناريو كان كتاب ديالسيناريو كان إبداع داخل السيناريو إذن السيناريو يعني كاملت تاريخيا الرواية من خرجت من جب من جب المسرح ولكن تعملت مع الصورة ولقات الرواية يعني كمثن اللي يمكن منه تعطي تعطي أعمال ديالها سينمائية إذن هنا يكن هدروا على العمل اللي غنطلق منه ولكن ضروري خاصة يتبع طريق طبيعية اللي هي تكتب سيناريو باش يمكن يتحول إلى صورة وإلى عمل تتحول إلى رؤية درامية اللي يتوصل العلمي له السادة أنه ما كانتونش أنه كينشي قديب غيكرة أن العمل دياله يتحول إلى أعمال سينمائي لأنه لماذا؟ لأنه سيتيح له فرصة الانتشار لماذا؟ لأنه سهل من الناس ما كانوش يعرفوه مثلا عبد الرحمن الشرقاوي ولكن منين شافوا فيلم الأرض ديال يوسف شاهين عام 1970 فالإبداعية والقدرات الإخراج ديال يوسف شاهين فهما كيبقوا الناس اللي هما شافوا الفيلم ديال اللي ميزي غابل عاد مشاوي قراروا الرواية ديال اللي ميزي غابل كالناس اللي كيشوفوا الآن حاليا أعمال نعم هي رواية ولكن عاد كتعتك لقد شهر كتر في الفيلم عن الرواية في العطر مثلا فيلم العطر نعم بمعنى نعم إذن بمعنى كنقول أنه الآن حاليا كيمكن نقول بأن في هذا العصر ربما أن الأديب الروائي القاس وحتى دغاماتيغج على المستوى المسرح ربما غدي يكون كيشعر بالغبن لأنه ما عندوش واحد القاعدة جماهير يقوية على المستوى تلقي في مجال القراءة ولكن كينا واحد الحضور وازم